موسيقى احنا محكمة محاسبات توليت رقابة تمويل لحملات الانتخابية البلدية 18 تشريعية 2019 والرئيسية لحقيقة تقريرنا في مرحله الاخيرة مش نحكي بصفة عامة على محاور رقابة تقوم بها المحكمة لكي ما تفضلت اول محور هو مدى التحقق من مدى الالتزام بمبدأ الشفافية اللي هو يتجسم على ارض الواقع بشيئين الاول هو ايداع الحساب لدى محكمة المحاسبات في الاجال القانوني الاجال القانوني حددها المشرع ب45 يوم من اعلان عن النتائج النهائي والتالي حاجة كيفيش تتجسم الشفافية بتذلك النشر ملخص لحساب المالي وفق نموذج اعدته المحكمة ووضعته على دمة المترشحين الرئيسية والقائمة المترشحة للتشريعية بصفة عامة فيه تحسن على مستوى ايداع الحسابات لدى المحكمة كان نقارنه من 2011 ل2019 نسبة الايداع تحسنت كثيرا على 2011 وهكذا لماذا كان نقارنه في بلدية 2018 في بلدية 2018 لدينا حتى قائمات اللي هي من المفروض يعني مش تم اسقاط عضويتها المرحة القضائية هي فيها اجراءات يابد من احدى رغمها لكن لدينا 80 قائمة وبدينا صدرت بعض الاحكام النهائية وعلى من له السلطة لتمثيذ اسقاط ان يقوم بهذا بالنسبة للتشريعية والرئيسية في 2019 في تحسن كبير على مستوى الايداع والحمد لله لا نعنى اسقاط عضويتها من 2017 بفضل التنقيح اللي تم ادخاله على القانون الانتخابي قانون اللي هو صدرت في 2014 كان التمويل العمومي تعطى في شكل تسبق لكن التجربة هذية ما تحترم مبدأ المثائلة وكذلك ما تحفظش على المال العمومي وهيكا عليش كان دعوة محكمة المحاسبات الى جانب عدة اطراف اخرى انه لابد من التخلي نهائيا عن نظام التسبق التمتع بالمال العمومي هو حق لكن هذا الحق لابد ان يتمتع به كل من يحترم المبادئ الاساسية اللي تم بني عليها الحملة الانتخابية وخاصة تمويل متاحها وبفضل التنقيح 2017 اصبح التمويل العمومي يطعت بصفة لاحقة لكل من تتوفر فيه الشروط واوكل المشرع لمحكمة المحاسبات اولا التثبت في بعض الشروط اولها يجب تكون القايمة او المترشح تحصل على الاقل على 3% من الاسواق اثنين يكون احترم مبدأ الشفافية يعني اودع الحساب في الاجئة القانونية وكذلك كل مكانة نفقاته انتخابية وعلى المحكمة انها تضبط المبلغ المستحق بطبيعة الحال بقرار قضائي يحترم كل مبادئ المحاكمة العادلة في المجال لذا لم يكن لدينا مشكل الاسترجاع لكن تبقى لدينا المتخلدات التي كانت بعنوان انتخابات 2014 والتي المحكمة هنا لم توقفتها مكتوفة العيادة لدينا استغلينا فما فصل في القانون الانتخابي يمكن المحكمة انها تسلط عقوبة مبلغها يتراوح من بين 1000 و 5000 دينار على القائمات التي لا تلتزم بإرجاع المال العمومي وقمنا في هذا المجال بإصدار عدة أحكام وصلت إلى المرحلة النهائية وكان هناك تحسن كبير على مستوى الاسترجاع لكن بطبيعة الحال ديما فما حد الآن بعض المتخلدات لازالت على هدمة بعض القائمات ووزارة المالية هي المكلفة بالقيام بالإجراءات إلى جانب المحكمة كما قلت في تسليط العقوبة بالنسبة لكل ما هو مخالفات انتخابية وهذه القانون نص وأهل المحكمة بتسليط العقوبة وهذه تخرج على مجال الرقابة الإدارية وتدخل في جانب الرقابة القضائية نحن في رقابتنا عنا جانبين الرقابة الإدارية التي تنتهي بإصدار تقرير العام على رقابة تمويل حملية انتخابية التي يجب أن يصدر ستة أشهر بعد الإعلان عن نتاج النهائية هناك جانب القضائي التي كانت المحكمة مؤهلة بمقتضاء القانون لأنها صلت رقوباتي عدم الإداع، تجاوز سقب الإنفاق عدم احترام كذلك التعامل مع المحكمة التي كل من يعطل أعمالها إلى غير ذلك رفض الحساب هذوما يأخذوا منحة قضائية ومنحة القضائية هو طويل بعض الشيء خاتر فيه إجراءات لذلك القضايا التي تجاوز سقب الإنفاق هي لم تصل بعد إلى المرحلة البتا ليس القائمات التي تلتزمت بالنسبة للدماع من 18 الانتخابات وهكذا لماذا أخذ الكفر من 80 التي جاء قائمة فائزة التي هي مهدئة بالإسقاط إلى جانب بعض القائمات كذلك الغير فائزة والعقوبة مالية القائمات الفائزة والقائمات الغير فائزة يشتركوا في العقوبة المالية والقائمات الفائزة تزيد عليها عقوبة انتخابية التي تتمثل في الإسقاط حوالي 23% أو 25% كما من القائمات لما تلتزم بواجب الإداع في الأجال يمكن أن ترى شيء آخر أكد عليها عدم الإداع أو الإداع بعد الأجال نفس العقوبة المشارع لا تحتاج إلى سلطة تقديرية للمحكمة في أنها تنظر في العقوبة مضبوطة بالقانون وكل من تجاوز 45 يوم هو بمقتضى القانون الانتخابي يحتسب لم يدع وتسلط عليه نفس العقوبة عدم الإداع نحن أذرنا أحكام بعض الأحكام وصلت للمرحلة البتا خاطر نحن في الإجراءات في المرحلة الابتدائية هو مبادئ المحاكمة العادلة تتمثل في التقادي على الدرجتين يعني في المرحلة الابتدائية وبعد الاستيناف معها بتبع الحال علنية الجلسات الحكمية وحق الإنابة وصلنا في بعض الأحكام إلى المرحلة البتا يعني استوفينا المرحلة الابتدائية اللي هي بيدها حسب القانون الأقديم فيها مرحلتين الحكم أو القرار الوقتي الابتدائي وبعد نعطيه شهرين للقايمة في أنها داتوا على نفسها وكان عندها ما يثبت أنها توليت الإداع بعد الشهرين يصير جلسة حكمية علنية ويصدر القرار الابتدائي في شكله النهائي من بعد فما الاستيناف ثلاث شهور وبعد الاستيناف في الاستيناف كيف يخضع لنفس القواعد ولما يستوفى مرحلة الاستيناف وقت الحكم يصبح بيت وتتولى محكمة المحاسبات تبليغ الحكم البيت إلى كل من الهيئة العلية المستقلة للانتخابات والمكلف العام بالنزاعات الدولة نحن في المرحلة هذه تولينا الدوائر لدينا على الأقل 14 هيئة حكمية الهيئة الحكمية كل واحدة تنشط باستقلالية وتصدر الأحكام بتحها وتوليت المحكمة تبليغ بعض الأحكام التي وصلت المرحلة البتا إلى كل من الهيئة العلية المستقلة للانتخابات وإلى المكلف العام بالنزاعات الدولة قد تنفيذ الحكم بشكله كعقوبة مالية وكعقوبة انتخابية كذلك بالنسبة للقانون الانتخابي وهو الحقيقة من 2011 كنا نخدمه بالمرسومة 35 والمرسومة 91 وبعد 2014 كان فيه تحسن مع اصدار القانون عد 16 لسنة 2014 وتم أخذ بعين الاعتبار عدة توصيات للمحكمة وفي 2017 كذلك تم أخذ بعين الاعتبار لتوصيات المحكمة التي تمثل في أو الحاجة مراجعة نظام العقوبات لأنه كان نظام عقوبات مشحف وكانت توصيتنا أنه لابد أن العقوبة تتماشى ودرجة خطورة المخالفة وهيك عليش تم مراجعة العقوبة متع عدم الإداة وكذلك تم التخلي على النظام متع التسبقة لكن فيه كيف كيف بعض المفاهيم في القانون الانتخابي لكن لم ننصب شأنها على عقوبات وكأنه أباحها في الواقع كيف كيف بعض المفاهيم في القانون الانتخابي تستدعي مزيد الدقة في تحديدها كمفهوم النفقة الانتخابية كمفهوم كذلك الفترة الفترة الانتخابية هل ماذا يتم هل يتم احتساب النفقات التي تتم خارج الحملة الانتخابية أم لا هناك بعض المفاهيم التي نحن الإشهار السياسي الفرق بين الإشهار السياسي والدعاية المشروعة الإشهار السياسي هو ممنوع والدعاية المشروعة هي حق لكن الخيط الفاصل بين هذين المفهومين هو غير واضح بالدقة اللازمة في القانون الانتخابي يعني فيما عدة مسائل إن شاء الله في تقريرنا اللي مش يصدر بإذن الله حول تمويل حملات الانتخابية التشريعية والرئاسية في 2019 ستكون هناك توصيات تأمل والمحكمة أن يتم أخذها بعيد الأكبار حتى يكون القانون الانتخابي أول حاجة يكون مطابق للمعايير الدولية ولقواعد حسن التصرف اللي هما معروفين على مستوى الدولي وينصف جميع من يشارك في الانتخابات بالنسبة لنوقف في البلدية 2018 أحنا كنا أكدنا على ضرورة أن القانون الانتخابي يكون بالنسبة لتمويل الغير مشروع فيه تحريم لتمويل المقنع اللي يمر عبر الجمعيات فيه الولوج إلى وسائل الإعلام اللي من شأنه ما يحترم مبدأ المساواة والعدالة ما بين كافة المترشحين وهذا ما يستدعيه بالقانون الانتخابي معناها مجالات في الجانب هدايا الشبهات موجودة المخاطر هي مخاطر موجودة أكثر وقفنا على مخاطر ودعينا المشرع أنه لابد من اتخاذ إجراءات على مستوى القانون الانتخابي حتى نحميوا انتخاباتنا من كل ما هو يمكن أن يشكل مخاطر لتمويلات غير مشروع أجنبية كانت أو حتى محلية في شكل اللي هو محرم خاطر المرسوم الثمانية وثمانين مكن الجامعيات من أنها تتمتع بالمال الأجنبي لكن حرم عليها أنها تستعمل هذا المال في الحياة السياسية كيف الولوج إلى وسائل الإعلام لاحظنا اللي بعض الأحزاب عندهم قائمات اللي فضلتهم على بعض القنوات اللي فضلتهم على بعض الأحزاب الأخرى وهذا من شأنه يدعي المشرع اللي لا بد من تنظيم المسألة وتحديد المسؤولية في هذا الباب أين تبدأ مسؤولية وسيلة الإعلام وأين تنتهي وتبدأ في المقابل مسؤولية القائمة المترشحة ولا المترشحة هذي بصفة عامة وإن شاء الله ستجدونا في التقارير التقريرين ما يضطي أو يشفي غليل القارئ موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر